تؤكد نتائج انتخابات مجالس المحافظات مجددا وجود شرخ كبير بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية بسبب المقاطعة الشعبية التي شكلت ثالث صفعة واضحة للمنظومة السياسية بعد مقاطعة الانتخابات البرلمانية عامي 2018 و2021 وتظهر نتائج هذه الانتخابات خريطة جديدة لتوزع المناصب تختلف عن خريطة التحالفات البرلمانية وربما سيكون لها تأثير على المشهد السياسي وتؤجج صراعا يكسر الهدوء الذي فرضته سطوة الإطار التنسيقي وبمناسبة الحديث عن الإطار التنسيقي فلقد أظهرت نتائج الانتخابات تباينا في عدد المقاعد بين أطرافه فبينما تصدر تحالفاء العامري والمالكي لم يتمكن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي من الحصول على نتائج مرضية كذلك محافظة البصرة ذات الأهمية الكبيرة كانت النتائج فيها غير مرضية لأطراف في الإطار التنسيقي بعد تقدم تحالف أسعد العيداني الأمر الذي يفتح الباب لحروب تسقيط سياسي ومكائد بين الأطراف المتصارعة للاستحواذ على مجلس المحافظة ولم يكن تحالفون صحح بزعامة همام حمودي المنضوي في الإطار التنسيقي أفضل حالا من ائتلاف النصر حيث كان من بين الخاسرين على حساب تحالفات أخرى في دائرة الإطار التنسيقي تباين نتائج الانتخابات بين القوى المشكلة للإطار التنسيقي باعتباره النافذ سياسيا قد يولد صراعا بين هذه الأطراف ولسيما إن لم تتوصل إلى اتفاق لتقاسم المناصب ولن يقتصر تأثير صراعها في هذه الحالة على مستوى مجالس المحافظات وإنما يهدد توافقها البرلماني بما يضع حكومة السودان برمتها على حافة الانهيار اشتركوا في القناة